بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الدرس الخامس وهو بعنوان كثيرات الحدود وتعرف الدلة كثيرة الحدود من الرطبة N في المتغير X على أنها A N X S N زائد A N ناقص واحد في X S N ناقص واحد وهكذا إلى أن نصل إلى A 1 X زائد A نوت وهذا A نوت هو معامل X S 0 التي هي قيمتها بواحد وأمثلة على كثيرات الحدود فمن الدرجة الصفرية F of X تساوي ثمانية F of X تساوي سالب خمسة F of X تساوي نصف المهم أنها تساوي عدد ثابت لا يوجد فيه X أين ذهبت X هي X 0 أي قيمتها واحد ولهذا اختفت بجانب العدد الثابت فهي كثيرة حدود من الدرجة الصفرية فمثلا الأولى F X هي 8 X S 0 أي أنها ثمانية من الدرجة الأولى مثال 2 X زائد 1 5 X 10 ناقص 3 X المهم أن أكبر X S يكون موجود فيها هو X S 1 حتى تكون من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية أكبر X لابد أن يكون 2 فمثلا يمكن أن تكون X تربيع ناقص 2 X زائد 4 يمكن أن تكون 2 X تربيع ناقص 1 ولا يوجد هنا مثلا الحد الذي فيه X S 1 يمكن أن تكون سالب X تربيع ولا يعني يكون مهما أن يكون معها X S 1 وعدد ثابت المهم أن يكون أكبر أس في المعادلة هو 2 لتكون من الدرجة الثانية وهكذا الآن مع جمع وطرح كثيرات الحدود فلو أردنا أن نجمع هذه الدوال الثلاث إلى بعضها البعض ماذا نفعل؟ عندها طريقتين الطريقة الأفقية والطريقة الرأسية الطريقة الأفقية نضع هذه الدوال بجانب بعضها البعض وقد يدل في قوس في الخطوة الثانية نحذف الأقواس ونجمع الحدود المرشابهة فمثلا X S 4 لا يوجد مثلها شيء فتنزل كما هي ثم ننظر إلى X تكعيب هنا حد وهنا حد لا يوجد غير هؤلاء سالب 3 X تكعيب ناقص X تكعيب سالب 3 وثالب 1 سالب 4 X تكعيب ثم الحد الذي بعده X تربيع عندنا منه 3 عندنا هنا 1 سالب 2 وموجب 3 ثلاثة موجب 1 4 4 ناقص 2 2 X تربيع وهكذا الحد X عندنا منه 2 3 X و4 X بالسالب 3 ناقص 4 سالب 1 سالب X أما الحد المطلق الذي ليس فيه أي X هو حد 1 فقط فينزل كما هو سالب 5 الطريقة الرأسية نقطب أول دال ونضع كل الحدود المتشفة تحت بعضها البعض وهي طريقة أيصر من السابقة لأنه يظهر أمامنا مباشرة أن X أسر باعة ليجد تحتها شيء فتنزل مباشرة إلى أسفل كذلك X تكعيب هنا سالب 3 وهنا سالب 1 نجمعهم يعطينا سالب 4 وهكذا في باقي الحدود ماذا عن طرح كثيرات الحدود بنفس الطريقة نكتب في الطريقة الأفقية نكتب الدالة الأولى على اليسار ناقص الدالة الثانية على اليمين والأقواس هنا هامة جدا 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 لماذا؟ لأننا لو لم نكتب الأقواس لا حرف خطأ لأن هذه السالب الموجودة خارج القوس سوف تضرب أولا داخل كل عناصر القوس فتغير إشارتها ثم نجمع أما لو تجاهلنا هذا السالب فسوف يعطي ناتجا خطأا مثل المثال الموجود في هذا المربع البرتقالي فمثلا لو أردنا أن نطرح 2x زائد 5 من 4x ناقص 11 لو كتبناها هكذا 4x ناقص 11 ناقص 2x زائد 5 لا ظننا أن هذا السالب هو معامل 2x فقط ولا حرمنا الخمسة من تغيير إشارتها فهنا يعطي ناتج خطأ ولكن الصح هو أن نضع الدالة المطروحة منها على اليسار ودل المطروحة على اليمين في داخل قوس لأننا قبل أن نطرح لابد أن نفك هذا القوس بأن نغير الإشارات فهذا يساوي 4x ناقص 11 ناقص 2x ناقص 5 وبعدها نقوم بجمع الحدود المتشابهة معا فهذا السالب مهم جدا لأنه قد يغير النتيجة النهائية إذن نغير إشارات الأعداد الموجودة داخل القوس الذي على اليمين فتكون سالب 4x تربيع موجب 3x سالب 5 أي أن الموجب يصبح سالب والسالب يصبح موجب ثم نقوم بتجمع الحدود المتشابهة عندنا x تربيع ناقص 4x تربيع يعطي سالب 3x تربيع عندنا 3x وحيدة نكتوبها كما هي سالب 8 سالب 5 سالب 13 كما يمكن إجراء ذلك أيضا بالطريقة الرأسية بأن نكتب الدلة المطروح منها فوق والدلة المطروحة تحت ونغير إشارتها بحيث يصبح الموجب سالبا والسالب موجبا ثم نجمع الحدود المتشابهة